اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية اليابانية من تميز على جميع الصعود في إطار ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة واهتمامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة سعدت السيد تارو كونو وزير الخارجية اليابانية في إطار مشاركته في منتدى حوار المنامة 2018 حيث رحب سموه بالسيد كونو معربا سموه عن تطلعه لتطوير علاقات التعاون بين البحرين واليابان في مختلف القطاعات وبالأخص التعاون الاستثماري والثقافي وغيرها من المجالات الحيوية والدفع بمزيد من العلاقات نحو أفق أرحب من العمل والتنسيق المشترك وبحث سموه مع سعدة وزير الخارجية الياباني مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية اعتماد آليات فاعلة موحدة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه أعرب سعدة السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية اليابانية متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة